السلام عليكم القاهرة منزعجة مما يحدث في السودان القاهرة اللي بتحسب على فترة الخسائر هناك هتعرف ازاي دلوقتي وهتعرف منزعجة من ايه شيء ما حدث في السودان من بوابة الابتصاد يجب ان نحذر منه جميعا حلف جديد اللعبة بتتغير ولاك ما يحدث اطراف جديدة بتدخل واطراف تانية بتخرج عايز اقولك ان اي تحرك في السودان بيدرب معادلات مصر الاقتصادية قبل السياسية السودان بالتحديد هي عمق مصر الاستراتيجي وهنا سؤال لازم تسأله بعد مرور اكتر من 300 يوم على الحرب الدموية الموجودة في السودان يترى الامور وصلت لفين ومنهم الاطراف الدولية اللي بتلعب على ارض السودان الجدد وهو الدور التركي الجديد في كانوب الوادي وهل مصالح ايطاليا واسرائيل والامارات وروسيا وايران مع الجيش السوداني ولا مع الدعم السريع وميليشيات حمد طب مين الممول الجديد للحرب هناك ومين من مصلحته انها تستمر للأطول فترة ممكنة خمسينة شايح يارتقيل وجهز لحلقة يارتقيل برضو هتعجب حلقة اقتصاد في السياسة في مصالح معايا انا محمد ابواص في خمسينة اقتصاد جديدة جديدة النهاردة معانا راعي جديد بخمسينة اقتصاد ناس كتير مهتمة بالبيزنس ومجال المال والاعمال ناس كتير بيترابطة فكرة الوظيفة وبقت بتنطلق ناحية هنا تأسس بيزنس خاص وتستهدف اسواق في حوافز استثمارية منطقة الشرق الاوسط اصبحت بالفعل اهم سوق بيد حوافز وهنا تجي اول خطوة في عالم البيزنس انك تأسس شركة لو بقى عايز تأسس شركة او لو عندك شركة بالفعل وعايز تتوسع بها سواء للامارات او السعودية وتستثمر هناك وتستفيد من المميزات هناك سواء الموقع الجوكرافي للامارات وتسهلتها او الطفرة الاقتصادية للسعودية وتسهلتها هتواجهك مشكلة مهمة جدا وهي ان في السوق الاماراتي والسعودي اي حد بيحاول يأسس هناك شركة دايما بيشتكي من ضياع الوقت وانفلوس في الاجراءات سواء حاول بنفسه او مع شركتين دا غير مشاكل بقى تتحل حساب بنكي لشركتك هناك وتعقدتها والقصة دي هنا عيجي دور رأي حلقة النهاردة بتاعها وهو شركة ابشر اللي وظفتها انها تسهل احنا اي مستثمر عايز يأسس شركة او يتوسع في الامارات او حتى السعودية بتاقتك من ايه تزد تخلص لك كل حاجة شكده وبس ابشر اسست اكتر من 3000 شرك وحصلين على اكتر من 100 تقييم خمس نجوم على جوجل ابشر عندهم خبرات واسعة بقوانين ولواحي الاعمال هيأسسه لك شركة في سلاسة وسهولة وبدون اي تأخير هيكون عندك سجل تجاري وإقامة بتضمن حساب بنكي لشركتك بدون اي تضييع للوقت او رسوم مخفية ابشر لفترة محدودة بتقدم لك استشارات مجانية بيشرحوا لك الاجراءات كاملة والخيارات المتاحة في التأسيس وبيجاوبوا على كل اسئلتك وهسيب ليك في الديسكريبشن وصف الفيديو اللينك كمان اولكم لينك حجز الاستشارة ولينكات الويب سايت والسوشيال ميديا بتاعتهم لو عايز تستعين بهم او تدخل تاخد فكر في البداية خلينا اقول لحضراتكم ان الخسائر الاقتصادية للسودان من بداية الحرب الحدن دلوقتي وصلت لأكتر من 120 مليار دولار ايوه تستغرب شراقب كبير وضخم مع أكتر من 15000 قتيل وعلى قال 12 مليون نازح ومهجر نصيب مصر منهم أكتر مما تتخيل او اكتر من المعلن دا غير توقف شبه تام للخدمات الطبية والتعليمية في كل شبر من السودان دا غير ان البلد الغاني بصرواتها الزراعية والحيوانية باعت على اعتب مجاعة حقيقة وضع مرئب وحجم ضمر مهول ولا يمكن حد يتخيله وما بقش يعد يومين او ثلاثة ان لو نسمع حمز بحرها ضحيطها مئات المواطنين العزل من اهلنا في السودان دا غير ان التراث السوداني والمتاحف المهمة اتدمرت وانتشر اللصوص الاثار اللي بيتم تهريبها للخارج بسرعة البرق في ظل الانفلات الامن ما دا بارضو بيزنس تاني سودا شغال وطبعا عصابات التنقيب عن الدهب شغال الله ينور عشان تمول قوات الدعم السريع اللي بيتعبها او بتتبع حمد طب بحسب تأديرات اللي نشرها موقع بلومبيرج فتكلفة الحرب السودانية حوالي من 500-600 مليون دولار يوميا اخيل حضرتك الرقم ودخمته في بلد اصلا اهلها كانوا بيعانوا من الفقر والاوضاع الاقتصادية السيئة بطبيعة الحال ووسط الضمار المهول دا كلنا نلاقي ان العملة السودانية فقدت اكتر من نص قيمت وكمان الناتج المحل السوداني تراجع ما بين 50-60% واللي هو اصلا كان ناتج ضعيف جدا قبل الحرب حوالي 36 مليار دولار وكان بيعتمد بنسبة 80% على العنشطة الزراعية اللي تقريبا بقت شبه متوقفة في السودان باكمله خاصة بعد ما فقد 10 مليون سوداني وظيفه سوا في القطاع العام او الخاص دا جريد من 60% من المناطق في السودان بقى عندها نقص كبير جدا في امتدات المياه السودان كمان الكهرباء وخرجت اكتر من 70% من مستشفىات السودان من الخدمة وكمان بقى فيه 20 مليون طالب منقطعين عن التعليم في كل مرحلة من مراحل التعليم الابتدائي لحد الجامعة بس انا الصراحة عايز اخد حضرتك لمنظور تاني غير الخساري الاقتصادية للسودان هو مين هم الاطراف الدولية الموجودة دي الوقتي على ارض السودان وهي مصالح كل طرف من الاطراف دي والبداية هتكون مع تركيا وخلينا اقولك ان لو حرب السودان دي كانت حصلت في الفترة من ما بين 2024 لحد 2019 بالرجوع للخلب كنت هتلاقي تركيا وقفة في صف قوات الدعم السريع وده على خلفية ان الفترة دي تركيا كانت بتدعم اي خصم لمصر تبص على ليبيا لا يوافع مع حكومة الوفاق اللي كانت ضد مصر تنزل على اسيوبيا تلاقي تركيا بتوقع اتفاقيات عسكرية مع حكومة ابي احمد وهكذا لكن مع بداية التقارب المصري مع تركيا ابتدت تركيا تنسحب تدريجية من دعم خصوم مصر ابتدت بالاخوان وبعدين هدت او هدت الاوضاع في ليبيا ورجعت في كلامها مع اسيوبيا بل بالعكس دي اعلنت عن دعم الصومان وتقديمها مساعدات عسكرية للصومان وموجهة مشروع اسيوبيا بتنفيذ ميناء جوه دولة ارض الصومان اما بالنسبة للسودان فالدعم التركي للجيش السوداني بقى واضح جدا من بداية السنة واللي من المتوقع انه يزيد بعد زيارة اردوغان لمصر ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد القطيعة 11 سنة وهنا لازم تاخد بالك انه قبل نهاية السنة اللي فاتت الفريق البرهان قائد الجيش السوداني طلع من مصر على تركيا وكان معه وزير الخارجية السوداني ورئيس الاستخبارات كمان وتقابل مع رجب طيب اردوغان ووقتها طلع التسريبات عن احتمالية تزويد تركيا للجيش السوداني باسلحة متطورة ومصيرات تركية صفقات البرقدار التركي والحقيقة ان الصفقة دي فضلت متعلقة شوية لحد ما وصل اردوغان للقاهرة وحصل اللقاء التاريخي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عشان تبتلي تركيا فعلا في تزويد الجيش السوداني بمصيرات البرقدار التركية وغيرها من الاسلحة اللي هتوصل للسودان خلال الفترة اللي جاية اللي لم يكن ايها دي معلومة بس هل صورة العلاقات الجديدة بين مصر وتركيا هي اللي رسمت ملامح الوجود التركي في السودان الاجابة ان ده جزء كبير من الحدود لكن خلينا نرجع لنهاية سنة 2021 وابل ما الحرب تحصل طبعا وقتها اتفق راجل طايم اردوغان مع الحكومة السودانية على تخصيص مليار متر مربع من الاراضي السودانية للاستثمار التركي وفعلا تركيا دفعت الدفعة الاولى من الاتفاق واللي كان بين 400 ل 500 مليون دولار وابتدت تركيا تخطت لازايها تستغل الارض دي سواء في مشاريع زراعية او انتاج حيواني ضغير مصانع للأعلاف ومنتجات الألبان وفعلا اتدت تنفذ مشاريع البنية الأساسية عشان الارض تبقى جاهزة واتقدرت ايمت المصروفات التركية باكتر بال400 مليون دولار المهم ان الحرب السودانية قامت وبقت الاستثمارات التركية في مهاب الرياح وبالتالي تركيا بقت بتدعم الجيش الشرعي السوداني على امل انه يحسم الحرب ترجع تاني المشاريع التركية في السودان تشتغل من ناحية تانية بتعتبر روسيا والامارات من اهم الاطراف الفعيلة برضو في السودان لان البلدين ديوا مستثمرات ومصالح ضخمة جدا في قطاعات التعدين والمواني طبيعة الحال فدي نقطة او نقطة قوة لميليشيات الدعم السريع لان حامدتي بيسيطر على اغلى مناجم الدهب في السودان وده خلى فيه علاقة قوية بين جماعة فاجنر الروسية الموجودة دلوقتي في السودان وميليشيات الدعم السريع من سنة 2017 اما بقى بالنسبة للامارات فبحسب تحليل الدمتر وكالة الفرنسية فالامارات رغم ان مصالحها حاليا مع حامدتي لكن مش فارق معاها مين يكسب الحربة ومين يخسرها المهم ان علاقتها ومصالحها تفضل مستمرة في السودان وكمان تحمس تصمارات خاصة لو ان الامارات استعانت قبل كده بقوات من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حرب الحسيين في اليمن سنة 2015 لو فاكرين فبالتالي هي عندها قنوات اتصال مع الطرفين والله هيقدر يفرض سيطرته خلال الفترة اللي جاية هيلاقي الامارات واقفة في دهب لازم تاخد بلك منه هي حرب مصالح في النهاية اما الطرف الرابع على ارض السودان فهي ايطاليا دي جديدة تقدر تقول عليها الجديد في اللحبة واللي بيتمعها علاقات كويسة جدا بقائد ميليشيات الدعم السريع حامدتي واللي كان خارج سنة 2021 ووجه الشكر للحكومة الايطالية اللي نفذت برنامج تدريب لقوات الدعم السريع استمر لسنتين تبهي يا مصلحة ايطاليا مع حامدتي هنا بقى حضرتك لازم تعرف ان حامدتي لي نفوس كبير في اقليم دارفور اللي في غرب السودان والاقليم ده على الحدود مع مالي وتشاد والاقليم ده سبب كبير في عدد او في هروب عدد كبير من السودانيين لليبيا ومنها الاوروبا واكبر كمية من اللاجئين السودانيين بيروح على ايطاليا بحسب الاحصائيات فاكتر من 40% من عمليات الهجرة غير الشرعية الافريقية اللي طلع من ايطاليا بشكل خاص او اللي طلع على ايطاليا بشكل خاص بتيجي من السودان بتم من خلال عبور الحدود السودانية في اقليم دارفور اللي بتوزع المهاجرين اما على المواني السودانية في الشرق او يطلعوا على الحدود المصرية او الليبية ومنها على اوروبا بحسب كريدت لاكاستال ايطاليا فالبوابة السودانية للهجرة غير الشرعية بتكلف اوروبا اكتر من 15 مليار دولار بحسب حصائيات 2020 لكن ده برضو مش معناه ان ايطاليا هطفت الوقفة ورحمت لكنها بتدور على اي جهة او شخص يقدر يجفف عمليات الهجرة الغير شرعية من افريقيا فهي لما حمدت اللي عايزين يهجروا حواليه شفت المصالح لما بتتصالح ليجي بقى لولاد العام او اسرائيل اللي كانت وقعت على اتفاقات التطبيق مع السودان وهنا فيه كتير بيبص لسرائيل على انها حليف قول الجيش السوداني وان فيها علاقات قوية مع الفريق البرهات وده من الناحية النظرية الصحيح الى حد ما لانه مجرد ما السودان وفقت على اتفاقات الابراهيمية مع اسرائيل التالت المساعدات الامريكية تصل للسودان وده بعد سنين كتير امريكا كانت بتحط السودان على ليحة الدول الراية للارهاب وكانت في عزلة من المجتمع الدول المهم ان بخلاف المساعدات الامريكية للسودان الشركات الاسرائيلية بعد التوقيع على اتفاقات الابراهيمية طلعت جارية على السودان عشان تستثمر في القطاع الزراعي والصناعي وتقال وقتها إن إسرائيل في طريقها لضخ خمسة مليار دولار استثمارات مباشرة خصوصا في مصانع الأسمدة والأعلاف والزراعات الحيوية ورغم إنه كل ده كان بالاتفاق مع الفريق البرهان لكن ده ما مناعش من وجود قنوات اتصال خلفية بين تل عبيب وقائد ميليشيات الدعم السريع حمدتي عادتها ولا هتشتريه ولاد العام بقى لإن إسرائيل كانت عايزة تدخل في عملية التنقيب عن الدهب والمعادن المهمة بدون ما تدخل في أي خلاف مع الروس أو الإماراتيين وبالتالي ففكرة إن إسرائيل هتقف وراء البرهان ده فكرة ما لهاش أي أرضية لإن إسرائيل مش هتقف غير وراء اللي حقق لها مصالح وخد بالك بتلعب بورقة الزراع والصناعة في السودان بقوة دلوقتي وبتتوسع بشراها في استثماراتها في المياه خد بالك منه طيب أما بقى بالنسبة لليبيا فهنا الكلام شكل غريب شوية لإن الموضوع معقد شويتين بالنسبة لخليفة حفتر فهو مدعوم من مصر والإمارات وفي بداية الحرب لما طلع الكلام عن إنه بيدعم الدعم السريع وحمدتي اللي الإمارات بتدعمه وهنا اتوجه لي التحذير مصري بين السطور خلاها يرجع على طول ويصرح بإنه مع مصالح الشعب السودان وإن ليبيا مش بتدعم أي طرف على حساب الطرف الثاني وده تقريبا نفس موقف إسيوبيا اللي مش عايزة تخسر أي من الطرفين تحسبا لإنه في حالة انتصار طرف منهم فتتحول العلاقة مع أسيوبيا لعداء بسبب دعمها للطرف الثاني خد بالك البرهان في الطريق دلوقتي لليبيا عايز يحاصر الدعم السريع فهيعمل أعداء اليومين الجايين دول إن ما كانش عملها أما بقى إيران فدي طرف جديد موودة بقوة في السودان وابتبعت مصيرات للجيش السودان واسلاح دلوقتي وفي وفد إيراني وصل السودان عينه على الدهب ودعم السودان وضرب مصالح أولاد العام والأمريكان هناك مش كده بس ده في كرسة كبيرة بتحصل ودي اللي مخليها مصر منزعج إن في ميليشيات إيرانية بيتم تكوينها على خلفية الميليشيات الإيرانية في اليمن وميليشيات الإيرانية في لبنان وميليشيات الإيرانية في سوريا فهي كده بتنتقل إنها تتواجد جنوب مصر في السودان ناخد بال نيجي بقى للدور المصري في السودان أولا كده وبسم الله الرحمن الرحيم الفريق البرهان تخرج من الكلية الحربية المصرية وعنده ولاء كبير للقاهرة ده غير إن المخاوف الأمنية المشتركة بتوحد الرأي والمواقب بين مصر والجيش السودان ده غير إن الحرب في السودان ابتدت بأسرع عدد من الجنود المصريين على عيد ميليشيات الدعم السريع الجنود المصريين دول كانوا موجودين في السودان أصلا عشان تنفيذ تدريبات مشتركة مع الجيش السودان وبالتالي في الموقف المصري واضح ومحسوم من البداية ده قير أن مصر عندها رغبة في أن الحرب السودانية تنتهي بأسرع وقت لصالح الجيش السوداني عشان كلما الحرب طولت كلما عدد اللاجئين السودانيين زادت كلما اتضغط على الاقتصاد المصري زاد في توقيت أصلا صعب جدا على اقتصاد المصر دي يجي بقى للسؤال الأهم هو مين اللي بيمول الحرب في السودان وهنا الإجابة بشكل واضح الدهب الدهب اللي تحول للعنة السودان الدهب اللي بيمول الحرب وهو بقى الدهب برضو اللي كان السبب في الحرب وخلينا أقولك إن دول زي الصين وروسيا بتستورد تقريبا 100 طن كل سنة من الدهب السودان مش بيخش من عوايدها لخزينة السودان أكتر من 30% أو بلغة تانية عايدات بيئة دهب السودان بتوصل تقريبا لخمسة ونص مليار دولار مش بيدخل منهم خزينة العامة للدولة أكتر من مليار ونص مع العلم إن الدول اللي بتشتري دهب السودان المتهرب بتاخده بخصم حوالي 30% من السعر العالمي وخد بالي إن السودان رغم إن إمكانيات التنقيب عن الدهب محدودة جدا لكنها بتعتبر الدولة رقم 13 على مستوى العالم في إنتاج الدهب وبتتقدر الاحتياطات من الدهب في السودان بحوالي 1700 طن عشان كده كل المرائبين والخبر عندهم إجماع إنه عشان الحرب تقف في السودان لازم يكون في ضمام بعدم وصول الدهب سواء لقوات دعم السريع أو للجيش السوداني أو بمعنى تاني لو الدول اللي بتشتري الدهب السوداني وقفت عمليات الشيرة لمدة سنة أو لمدة شهر يا سيدي الحرب هتقف لإنه مش هيكون في أي مصدر لتمولها خاصة وإن قوات الدعم السريع بتعتمد بشكل كبير على مرتزقة من دول إفريقية زي تشاد وإفريقيا الوسطى والدول بيحربوا نظير مرتبات ضخمة لو عجس حمدتي ولو يوم واحد عن دفعها فالمرتزقة دول هيسبوه يمشوا الخلاصة وقف الحرب في السودان قرار مش في إيد الأطراف المتحاربة وبس ده قرار عربي دوني ولازم الدول عربية معينة تتنزل عن جزء من مكاسبها عشان توقف النزيف السودان ومن ناحية تانية في أي سيناريو ممكن يقسم السودان هيكون ليه ضريبة وتمن هتدفعوا كل الدول في العالم وخصوصا للدول العربية وعلى رأي المسأل اللي دبح أخوك هيجي ليهم يوم ويجبوك أشوفكم على كيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر